جده كفلة وفتح الله جل وعلا له قلبه بعد أن عاد وجرح اليتم في قلبه وكان جده تهابه مكة إلا محمد عليه الصلاة والسلام فكان يجرؤ على جده وهنا ليست القوة في شخصية الإنسان أن يهاب الصغار أن يصعدوا على كتفك الصغير إذا ما سحب غترتك وبال في حجرك وسكب نوعا من الطعام عليك ولربما لطمك ولبنب ما صرخ في وجهك ولربما لطخ ما بقي في يديه من الحلوى في ثوبك ولربما شد لحيتك إذا ما جروا اليتيم عليك هذه الجرأة ففتش عن قلب فليس في صدرك إلا جلمود صخر حبيبنا صعد الحسن والحسين على ظهره وبالت الجارية والطفل الصغير في حجره والحبيب عليه الصلاة والسلام لاعب الصغار وضمهم وقبلهم وعزاهم وحزن لحزنهم وضحك لضحكهم وهذا هو هذه كمال العظمة في شخصيتك أما اليتيم فشيء آخر تحتاج إلى أن تخفض جناح الذل له وتحتاج أن تفتح الصدر له وتحتاج إلى أن ترحمه بحزم لأن الرحمة بلا حزم تفسد أخلاق اليتيم الحبيب عندما كان جده لاحظوا يرسله وهنا تكامل تربية اليتيم اليتيم يحتاج إلى أن تعتمد عليه لأنك لن تبقى له بعضنا يقول دعي القيادة لنا واستمتع بالرحلة يعطيه كل شيء يعطيه مدرسين خصوصيين لا يرسله في أغراض البيت لا يرسله لكلام الناس لا يضيف الضيفان ويموت كافله فيموت المجد في داخل صدر هذا الصغير ما ربي على أن يواجه صروف الحياة عبد المطلب كان يكثر في إرسال ابنه ابن ابنه كان يرسله حتى كان في يوم من الأيام أرسله في زمن الحج وتأخر الحبيب أرسله بماذا يرد الإبل والإبل كما تعلمون ليست غنم الغنم ردها سهل أما الإبل فتحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى قوة ويحتاج إلى حزم ويكون راعيها أو قائدها به من الحدة ولذلك الغلظة في قلوب أهل أهل الإبل والمسكنة والسكينة والرحمة في قلوب أهل الغنم كما ورد في الحديث والإيمان يمان والحكمة يمانية والحديث صحيح أعود فأقول أرسله لإحضار الإبل الإبل وتأخر وكانت أيام حج فقلق وضجر حتى كان ينشد شعرا يسأل الغادين والرائحين أرأيتم محمدا وأشغله ابن ابنه عن هموم الدنيا وعن تدبير الحج فإنه سيد مكة صاحب السقاية والرفادة والحجابة حتى رآه فلما رآه ووقعت عينه على عين محمد عليه الصلاة والسلام قال يا بني لقد حزنت عليك حزنا لم أحزنه قبل ثم قال لا تفارقني يا محمد أبدا تحتاج إلى رحمة كلمات ترمم شعث القلوب المتصحرة ولا المتصدعة ويا جمال لبعضنا عنده كلام كل شهد وبعضنا حتى وهو يسولف معك يحبك لكن ما الله أعطاه من المخزون الجميل شيء تجد حتى لو قال تفضل غصيت باللقمة ولو أنه سأل عن حالك صرخ حتى انفتح الباب من صراخه إن عذوبة الكلمات هداية ولذلك الله هدى أهل الجنة لها فقال الله وهدوا إلى الطيب من القول والإنسان يستطيع أن يهدي نفسه بترويض لسانه على المقال الجميل وأجمل من تقول له الكلمات الجميلة المفعمة بالروح والأبوة يتيم لوعته الدنيا ولذلك قال لا تفارقني لكن قال لا تفارقني بعد أن حزن عليه لكن قبلها كان يرسله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة